السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة تعلم مع آدم وعين إذن في الفيديو دياليوما أرقم بتصحيح الفرض الأول للدورة الثانية لمادة الرياضيات للمستوى الرابع أو ما يسمع فرض المرحلة الثالثة لمادة الرياضيات للمستوى الرابع إذن رابط هذا الفرض ستلقاه في صندوق الوصف على شكل PDF ممكن تخموه بتحميل ديالو إذن رابط دوم مباشرة نتحدى نموذج وقد ندوم بالسؤال الأول إذن السؤال الأول يقول أضع وأنجز إذن هنا عمليات ديال درب ثلاثة عمليات قد ندوم بالإنجاز ديالها إذن رابط دوم بالعمل الأولى إذن ستة آلة ستمائة عفوان وثمانية ضرب ثمانية إذن ثمانية في ثمانية أربعة وستون نكتب أربعة ونحتفظ بستة ثمانية في سفر سفر زائد ستة ستة ثمانية في ستة ثمانية واربعون إذن النتيجة هي أربعة آلاف وتمانمائة وأربعة وستون نقوم بإنجاز العملية الثانية إذن أربعة وثلاثون ضرب خمسة وستون خمسة في أربعة عشرون نكتب سفر ونحتفظ بإثنان خمسة في ثلاثة خمسة عشر زائد اثنان سبعة عشر إذن كنكتب لقطة ونضرب في الرقم الثاني ستة في أربعة أربعة وعشرون نكتب أربعة ونحتفظ بإثنان ثم ستة في ثلاثة ثمانية عشر واثنان عشرون إذن نقوم بالجمع سفر زائد نقطة سفر سبعة زائد أربعة إحدى عشر نكتب واحد ونحتفظ بواحد واحد زائد واحد إثنان زائد سفر إثنان لا شيء زائد إثنان هي إثنان والنتيجة هي ألفان ومائتان وعشرة إذن دبغن القوم بالعملية التالتة إذن سبعمية واربعة وعشرين في ثلاثة وخمسون إذن ثلاثة في أربعة اثنى عشر نكتب اثنان ونحتفظ بواحد ثلاثة في اثنان ستة وواحد سبعة ثلاثة في سبعة واحد وعشرون إذن كنكتب لقطة نضربه في الرقم الثاني إذن خمسة في أربعة عشرون نكتب سفر ونحتفظ بإثنان خمسة في اثنان عشر وإثنان إثنى عشر نكتب إثنان ونحتفظ بواحد ثم خمسة في سبعة خمسة وثلاثون وواحد ستة وثلاثون وغلنقوم بعمليات الجمع إذن إثنان زائد نقطة هي إثنان سبعة زائد سفر سبعة واحد زائد إثنان تلاتة إثنان زائد ستة تمانية لا شيء زي ثلاثة ثلاثة إذن الجواب هو ثمانية وتلاثون ألف وثلاثمائة واثناني وثلاثين ننتقل الآن للسؤال الثاني إذن السؤال الثاني يقول إذن ماذا نطلب مننا؟ إذن سنحسب هذه العملية ومن بعد سنقوم بالاختزال إذا أمكان ذلك إذن سنبدأ بالعمل الأولى دائما بالنسبة للجمع أو الطرح إذن عدد كسري يقتصده بتوحيد المقام إذن هنا بالنسبة للعدد واحد ممكن نحوله إلى عدد كسري بكل سهولة إذن سنحولها إلى ماذا؟ إلى عدد كسري لمقامه 3 إذن الواحد كل سوائنا 7 على 7 9 على 9 وإذن سنحولها إلى 3 إذن أي عدد على نفسه يعطيناه 1 علش حولناه إلى 3 على 3 كเดهما نحصل على عدد الخول إنهما نفس المقام إذن نطلب 3 على 3 زائد 6 على 3 إذن سنختفضه في المقام الموحد اللي هو ثلاثة وكنجمع البسطين ثلاثة زائد ستة إذن تساوي ماذا؟ تسعة على ثلاثة وتسعة على ثلاثة كم تساوي؟ نعم تساوي ثلاثة غد نمشي العملية الثانية إذن العملية الثانية إذن هنا عندنا اثنان إذن اثنان هي ونحولها إلى عدد الكسر هي اثنان على واحد ناقص أربعة على خمسة وغلن واحد المقام اللي غير يكون هو خمسة إذن هنا العدد الأول غد يرجع ماذا؟ إثنان على واحد سوف تصبح نعم هتصبح عشرة على خمسة والعدد الثاني غير يبقى أربعة على خمسة إذن نحصل على عددين اللي هو نفس المقام إذن غير نحتفظ بمقام الموحد وغير نقوم بحساب الفرق دي البسطين إذن عشرة ناقص أربعة ستة على خمسة إذن الجواب هو ستة على خمسة بالنسبة للعملية الأخيرة إذن العددين اللي هو نفس المقام إذن كنحتفظوا المقام وكننقصه البسطين إذن أربعة عشر ناقص خمسة إذن شنو كتساوي أربعة عشر ناقص خمسة تسعة تسعة على تسعة وتسعة على تسعة ماذا تساوي؟ واحد إذن قلنا كل عدد على نفسك يعطينا هو واحد غير نشور السؤال الثالث إذن هنا أكمل بالتحويل إلى الوحدة المطلوبة إذن هنا الوحدات المستعملة هي ماذا؟ هي وحدات الكتب إذن ممكن القوم本� بتحويل ذهنيا ممكن نستعملوا بجدول التحويلات إذن اللي بغييشون بجدول التحويلات إذن جدول التحويلات ديال الكتب إذن الوحدة الأساسية هي ماذا؟ هي لقرام لدينا الأزاء ديالي الديسيجرام السانتيجرام الميليجرام وعندنا المضعافة ديالي الديوغرام الهيكتوغرام اللكيلوغرام هناك تكون عندنا النقطة تمكين القنطار والطول إذن ممكن نستعملوا هذه الجدول التحويلات ممكن نقوم بتحويلات ذهنيا إذا كنا نتمكنين وكنشوفوا هذه الجدول قدام أها إذن غادي نبدأوا بالإجابة على الامتحان إذن هنا الإجابة على الامتحان إذن شنو كتقلنا لهذا النموذج إذن شنو عنا إذن قلنا أكتب التحويل بالتحويل إلى الوحدة المطلوبة إذن هنا 96 قنطار إذن القنطار غادي نكتبوه القنطار مطلوبنا نحاولوه إلى الكيلوغرام إذن 96 قنطار إذن هنا مرة القنطار شنو كنا عنا عنا وحدة فارغة كنا نزلو فيها السفر ثم عنا الكيلوغرام إذن 96 قنطار كنت سوينا 9600 كيلوغرام كل القنطار فيه 100 كيلوغرام إذا بغا مشيه 25 هكتوغرام وأربعة تيجا جرام كم تسوي من ديسي جرام إذن أول حاجة غادي نحاوله 25 هكتوغرام إذن غادي نحاولها الديسي جرام إذن نا غادي نضيفه سفر ديال ديكا جرام إذن من هكتوغرام الديكا جرام ثم غادي نضيفه سفر ديال جرام ثم سفر ديال ديسي جرام بالنسبة لأربعة تيجا جرام إذن غادي نضيفه مادة سفر ديال مادة إذن غادي نضيفه سفر ديال جرام ثم سفر لعم ديال ديسي جرام إذن دبا غادي نجمعوهم إذن غادي نعملوا 25 ألف زايد أربعة ومئة إذن شو كنت سوينا 25 ألف واربعمائة ديسي جرام غادي نضيفه سفر تحويل الأخير 400 ديسي جرام كم تساوي من جرام إذن ديسي جرام حصل نقص الصفر إذن تأتينا 40 جرام وهكذا سأقوم بجميع التحويلات إذن غادي نضيفه سؤال موالي إذن أعالج بيانات الجدول حسب المطلوب إذن طول الجدول في أحمد جمال عبداللطيف طول الدين والوزن دين الذينصين مطلوبنا إذن قال أثقل هؤلاء الرجال إذن شو كنت أثقل هؤلاء الرجال إذن اللي غادي يكون عنده أكبر كتلة إذن هنا شنوك نشوفه 73, 84, 88, 99 إذن غايكون هو أحمد إذن غايكتبه هنا يا الجواب هو أحمد أخفهم مش كونه هو أخف هؤلاء الرجال إذن هو ماذا هو عبده اللطيف عبده اللطيف ثم أطولهم إذن غايمشون للطول إذن شكونه هو اللي عنده أكبر طول 190 إذن هو جمال وأقصرهم هو ماذا هو أحمد إذن هنا عفوا المشي أحمد إذن هنا شكونه هو اللي عنده أقصر طول إذن هنا مشي 168 إذن هو ماذا هو عبد اللطيف إذن هنا عنا خطأ إذن هنا أصغر عدد عند عبد اللطيف 165 إذن شكونه قد يكتبه عبد اللطيف إذن هنا الجواب الصحيح مشي هو أحمد هو ماذا هو عبد اللطيف نعم إذن بهكذا نكونوا نتهينا من تسحيح النموذج نتمنى أنكم تكونوا استفتوا من هذه التسحيح وحد موفق في الامتحالات المقبلة لا تنسوا نموذج هذا الفرد غالقوا في صندوق الوصف على شكل PDF شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة